السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياتك أخبار تيفي التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على أخبار شبيبة القبع رسميا تم تأجيل مباراة الزائم ضد صفاء الخاميس مليانا في إطار الدور 16 من كأس الجزائر والمباراة كانت مقررة هذا السبت والآن تم تأجيلها لإشعار لاحق يعني كي قال لك إشعار لاحق ما قال لكش تغذير وكتش رحيني لعبوه والله إحنا نتمنى التأهل وفاقط إن شاء الله يا ربي ولكن المهازل ديما تتواصل لما تجي تلعب شبيبة القبائل كل خطرة أم بدلوا الملعب أم غيروا الملعب أم غيروا وقت المباراة ما راناش فهمين وش رحكين صراحة والله الشعب مستع جدا من هذا الإدارة الفاشلة يعني صراحة والله إدارة فاشلة بأتم معنى الكلمة لايك على الفيديو إن شاء الله لكي باش يوصلكم ديمة الجديد إذا ما ركش مابوني في القناة وش ركتسنا ما عليك غير تابوني أتفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد بإذن الله تحياتنا للناس شبيبة القبائل وإنما كانوا داخل الوطن الجزائري وخارج الوطن الجزائري كذلك نوجه لكم التحية من هذا المنبر وخليونا الآراتكم في التعليقات ما رأيكم يعني في تأجير مباراة الزعيم ضد سفاء خميس مليانة يعني والسلام عليكم ورحمة الله